بسلام محمد أنا سعيد أنا أكتقيك وحياك الله أهلا وسهلا مساء الخيرات سيد النور ومرحبا بك أيها الصوت العراقي الشريف والعالي في الحق تحياتنا واحترامنا الكبيرة إليك كل الاحترام الجنابك الكريم حياك الله ورفعة الإعقال إليك حقيقة أنا يعني يعفظك عقالك سالم أنا والله أتفاخر بك وحقيقة أنا متابعك من كل تنائب لكن تدري هالسنين طويلة 17 سنة خارج عراق لكن أنا مرة سمعت لك لقاء أنت قلت من 2007 سحر عليك مخبر سري فالهذا والله من دائما نقول أردل تقيق حتى تقول هذا الأستاذ العراقي الأصيل الأستاذ محمد سلمان طاي شاهد ملك على أنه تهم المخبر السري ممن اليوم من 2007 هو أول شخصية عراقية معروفة الهوية التهمة هذه الاتهامات الباطلة فياريب تشرحها للناس وتبينها للي عنده شك أنه أكل مخبر سري وأكون اتهامات كيدية متفضل احترامنا إلك ساذ أنور ولمشاهدي القناة الأكارم أولا هذه القصة قديمة وشنو اللي ذكرك بيها إذا كانت للاستدلال على ظلم كثير من الأبرياء الموجودين في السجون الآن فهي مبررة بالألفين وثمانية حقيقة وأنا كنت في وقتها عضو في مجلس النواب وجاني تبليغ إلى المجلس وكان رئيس لجلة الأمن والدفاع الساذ هادي العامري أبلغني قال لي ساذ محمد أكو دعوة مرفوعة عليك إذا يعجبك نتدخل حتى نساعدك قلت لا أشكرك حاج أنا ممنون من عندك لا أنا سأذهب إلى القضاء أنا أثق في القضاء العراقي باعتباري محامي أولا ومشرع ثانيا عضو في مجلس النواب وثقتي في القضاء العراقي ثقة مطلقة يعني غير ممكن يشكك أنا لا يمكن أن أشكك وفعلا ذهبت إلى القضاء وحضرت بدون رفع حصانة وبدون أي إجراءات أخرى وحضرت أمام القاضي وكان أيضا مخبر سري حقيقي وأنا بنفسي رحت على الناس اللي اتهمني المخبر السري أنه أنا سايئ لهم وأني مسبب لهم أضرار وحضروا أمام القاضي جميعا هم كانوا أربع عوائل أو خمسة عوائل كريمة من أهلنا وناسنا الطيبين أهالي الإسكندرية وجوي حضروا أمام القاضي وقال لولا سيادة القاضي نعم وتهم جنابك المخبر السري استخدمه وتهم ضد جنابك بتهم إرهاب هاي اللي سموه أربع عرهاب تهم إرهاب نعم وتفجير ومفخخات ويعني من هاي الأساليب فقالوا لسيادة القاضي قالوا لسيادة القاضي احنا هذا الرجل مربينا وهو ابننا واحنا متنازلين عن كل الدعاوي اللي المخبر السري قالها علينا هذا الرجال ابن حمولة وابن أوادم وإحنا كل شغلنا زايدتنا وناقصتنا يركض قبل ما نركض إحنا لهذا الموضوع فقال لهم القاضي جناب القاضي في وقتها يعني الآن أنتوا متنازلين عن حقوقكم قالوا لنعم احنا متنازلين عن كل الحقوق واحد شيبة كبيرة إلى الآن عمنا العزيز وكبيرنا الحاج عبود النوري قال سيادة القاضي هسا أنت هذا الرجال ابننا وهذا عضو مجلس نواب ومخبر سري جرجرة وجابة لهنا والحمد لله أنه جاب أسماءنا وياه طيب شقد أكو ناس مثله ما يقدر يصلون ما هذا وراحوا بجريرة المخبر نتمنى عليك جناب القاضي أن تدققون في وشايات المخبر السري ولا تأخذون الناس مثل ما ذولا يدعون وطلعنا من يما القاضي القاضي طبعا أغلق الدعوة لانتفاء مبرراتها المدعين بالحق الشخصي كلهم اتنازلوا ورحنا تغدينا جميعا ببيت حاج عبود الله ينطيه الصحة والعافية وكنا نجمعنا وضحكنا ومن رجعنا للجنة الأمن حاج هادي كان دا ينتظرني للأمان قال لي ها شويت حاج هادي العامري نعم كان رئيس لجنة الأمن والدفاع قلت له حاجة رحت آني للمحكمة ومثالة أمام القضاء وبدون رفع حصانة وبدون أي مساعدة قال الشون يتسوي قلت له حاج هادي ما عدنا شي نخاف من عنده ذول أهلنا وناسنا والقضاء العراقي قضاء عادل والحمد لله أغلقت الدعوة وانتهى الموضوع هذه قصة الدعوة سادة أنور سادة محمد متفضل يعني ما صار الصدمة حاج هادي عند الآخرين أنه أكو ناس جاي تروح جريرة مخبر سري مثل ما قال الحاج نوري يعني قال الجنابك قال للقاضي يعني هاي ويا جنابك يصار وانت نائب وهاي قبل شقيد قبل ستة سنة طيب الأبرياء اللي راحوا ونعدموا وقضوا بالسنين بالسجين اللي عدوا لشلون هو بالمناسبة قانون العقوبات العراقي بعد أن كثرت هاي الدعاوي وأصبحت قاموا يطلعون المتهم المتهم اعترافاته شكل وكشف الدلالة شكل آخر صارت القضية قناة الرسمية في حينها بعداراتها السابقة نعم بالضبط فكثرة هاي القضايا فالمشرع العراقي سواء في مجلس النواب أو في مجلس القضايا الأعلى الموقر أصدر عقوبة أن المخبر السري أن المخبر السري ينال نفس العقوبة اللي يشهد بيها على المتهم إذا ما ثبت عدم صحتها وصدر وراها قانون عفو عام نعم ما كان بالمستوى المطلوب لكن أيضا تم الإفراج عن جزء مو قليل من المتهمين الأبرياء قضية المخبر السري للأسف يعني لا زالت آلاف الدعاوي موجودة في أدراج القضاة وآلاف الأحكام صدرت بناء على وشايات المخبر السري قانون العفو العام أنت تعرف سيد أنور يشرع للمتهمين ما يشرع للأبرياء طيب إذا كان المتهم والمحكوم هو بريء بالأساس هو بريء بالأساس فكيف حالك إذا ما كانت الدولة تريد تفتح صفحة جديدة من التعايش السلمي والمجتمعي وهذوله أغلب السجناء قضوا فترات طويلة في السجون وبالتالي أصبح واجب اجتماعي وقانوني وإنساني أن تفتح صفحة جديدة نحن لا نقول ضد القتل والمجرمين وعملاء الأجنبي أبداً هذولا يسري عليهم القضاء بكل حذافيرة لكن نقول أن هناك آلاف الأبرياء اللي الآن موجودين للأسف ومنهم محكومين بالإعدام وبالمؤبد وبأحكام ثقيلة نحن نقول أن إعادة محاكمة هؤلاء بعد أن استقر الوضع الأمني والوضع السياسي في البلاد أصبح ضرورة الآن العراق بأمس الحاجة إلى بداية صفحة جديدة في التعامل الإنساني ما بين مكوناته طيب سلام حمد بتقديرك ليش ما يقر قانون العفل عام؟ ليش توعد الناس وعدوها النواب وحزب تقدم الأخ الحلبوسي الرئيس الحلبوسي والشيخ عبدي كريم عبطان جبوري والأخ هيبة الحلبوسي وعدو أنه الناس يا عم راح يقر يقر وثالث العظام مينة خمسة شهر درجة البرلمان يعني والله أنا أردح شيها أمانت الله وأردت حملها مسؤوليتها والله العلي العظيم لو الأخ أبو يوسف أبو ريكان الأخ محمد الحلبوسي واقف ودق رجل وقال يجب أن يقر قانون العفل عام ومقر في عهده أو لو قراءة الأولى لو بس الأولى والله 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 لتكفيه فخرا وشرفا أنه كل تنكنوية وأنا أولهم وأنا أولهم لكلوية ظالما أو منظوما لأن كفاية أن تطالب بالأبرياء بس ليش ما سووها أهل هذا المستغربة إش عجب السيد محمد شوف السيد أنور قانون العفو العام بالمناسبة ترى الأخوان الصدريين عدهم آلاف المسجونين والمحكومين أيضا في قضايا يعني هي في وقتها كان المقاومة السنية أو التيار مقاومة المحتل كانت يعني فاعلة عند التيار الصدري وفصائل المقاومة وحتى عند الفصائل السنية الأخرى وتقريبا 80% من المحكومين بتهم الأرهاب هي تهمهم متعلقة بمقاومة المحتل التيار الصدري إلى آلاف المحكومين الآن وطالب في أكثر من مرة بتشريع قانون جديد للعفو العام أنت سألتني حضرتك حول ليش الحلبوسي ما طلع هذا القانون وفعله حتى إذا ما مضى في مجلس النواب أنا رح أزيدك بمعلومة ساذ أنور تعرف حضرتك أن هناك قرار في مجلس الوزراء بإنهاء عمل هيئة المساهلة والعدالة منذ أكثر من سنة ونص موجود في مكتب محمد الحلبوسي وما فعله هناك قرار آخر بإغلاق مخيمات النازحين وإعادة النازحين إلى مناطق شكناهم في مجلس الوزراء وأيضا موجود في مجلس النواب وما فعله إضافة إلى قرار إعادة إعمار المدن المدمرة وقانون العفو العام هو للأمانة وللأسف الشديد طيلة الخمس سنوات ما استطاع أن يفتح أي ملف من ملفات السنة الخمسة اللي هي ملف العفو العام والمساهلة والعدالة وإعادة النازحين وإعادة إعمار المدن المدمرة والبحث عن المغيبين والمفقودين هسه عنده تقريبا بحدود الألف أو تسعمائة مغيب أو مفقود في الصقلاوية حتى إذا تريد تحاسب أنت تاريخيا أستاذ أنور هو مو بس ملف العفو العام ما فعله وما سوى أكو قرارات مقرة في مجلس الوزراء ومصوت عليها ما فعلها أيضا مثلا أستاذ محمد حتى الناس تعرف تدري المساهلة والعدالة حل وإنها أعمال هيئة المساهلة والعدالة بها قرار مصوت علي في مجلس الوزراء ومرسل من أكثر من سنة ونصف إلى مجلس النواب وقرار مصوت بإغلاق مخيمات النازحين وإعادة النازحين إلى مناطق سكنهم هاي أيضا بها قرار آخر إضافة إلى قانون العام اللي صار تقريبا أربع أو خمس سنوات موجود أذني أذني بهم قرارات هو السؤال السلام محمد هو السؤال اللي يشغل العقل يعني ويشغل الناس الحل بوسي ليش يتسوي بصرحة أنا أردفهم يعني ليش سوا أي شكل مهم هلة مديرته يعني مو يفترض واحد أول ما يسعى يكون صوته له ويسعى يدافع عنهم أشو هو لا دافع لا وقف شلو المنعة يعني شلو الشغلة بصراحة والله أردفهمها يعني يا رد هو يرد علي والله عم حقر مكفول لك أبو يوسف أطلع رد علي يقول لي شلو المنعك أنه قانون المسألة والعادة لا تعرف آلاف ضلموا قانون الإرهاب مش يسمونا هذا ما العفو العام الآلاف ضلموا يعني شلو المنعك العفو العام جاوبني والله حق الرد مكفول لك شو وقت ما تريد تطلع أطلع حتى تريد حلقة تسجيل الغرابة ساذ أنوار فضل ساذ أنوار الغرابة بالموضوع أنه الغرابة بالموضوع ساذ أنوار أنه هاي الملفات الخمسة طيلت خمس سنوات ما فعل ولا قانون من عدهن ويجي وراء الخمس سنوات يقول رئاسة مجلس النواب استحقاقي طيب استحقاقك على شنو أنت المكون السني هذا الكبير واللي يعاني من مشاكل كثيرة خمس سنوات أنت ما تقدر تفتح تفتح ملف واحد من ملفاته طيب بأي حق وأي منطق سياسي أو قانوني أو مجتمعي تيجي تقول أنا أمثل العرب والسنة وأني هذا استحقاقي استحقاقك على أي شيء أنت استحقاقك يكون حقيقي ومدعوم وكلنا أنا وأنور الحمداني وشيخ خميس وستاذ بثن السام الرائي والكل نقول إخوان وقفوا على صفحة هذا الرجال حل ثلاثة أو أربعة من أكبر ملفات العرب والسنة ومو من الشرف ولا من المروء أن نزاود اليوم على الرئاسة استاذ سالم انسحب دكتور محمود انسحب أنطر رئاسة إلى حزب تقدم بأي منطقة أنت تجي وتقول أنا هذا استحقاقي أنت شن اللي حليه تطيل الفترة السابقة حتى يكون هذا استحقاقك اليوم يعني وصلت إذا أريد أن أسألهم السلام محمد يعني إذا أريد أن يتحداهم أمانت الله يعني التحدي إيجابي مو يعني إحنا ترى كنا كنا عراقيين يعني دينا واحدة إن شاء الله ماكو فرق لكن أنا أريد أن أسألهم شنو اللي يقدر يقولون هذا سواء الأخ الحلبوسي وبالتالي رد الجميل إليه والله شو سوى مثلا حتى الرد الجميل أنا والله أرد سأل السوى يعني أكو أنت ببالك أكو شي يقدر يستفز أو يقدر يتحدون بيهم والله العظيم اللي يدافون عنه أرجوكم قلولي ش تقدر تقولون شنو اللي سوى حتى تقولون رد جميل إليه سوى فلان شي سوى بالله أمانت الله قال لي على حشك وعلي جاي يشوفك وشي ما مسوي للناس ساذ أنور خلي أزيدك أزيدك من الشعر بيت نعم خليني أزيدك من الشعر بيت بالـ 2014 حضرتك تعرف أن الرئيس المالكي كان رئيس وزراء العراق في وقتها وجاب أكبر كتلة شيعية وهو شخصيا جاب 750 ألف صوت نعم وكان يرغب في ولاية ثالثة صح لما شاف الأغلبية الشيعية مو راغبة بهذا الموضوع قالوا لأن تأخذ الدور تين ويكفي الموضوع وإحنا ما قابلين أن تأخذ ولاية ثالثة القانون وقرار المحكمة الاتحادية والعرف يتيح لأن يعاند الشيعة كلهم ويأخذ ولاية ثالثة لكن الرئيس المالكي حكم المنطق والعقل والحكمة وانسحب وما أحدث أي فوضى في البيت الشيعي بس للا تتحمله مني للا أقاطعك بالخير والله يا أخوي أنا شاهد على ذيك المرحلة يا أستاذ وحمد الله عزك وحفظك إجا الأمر من السيد المرجع آية الله العظمى السيد علي الحسين السستاني دام الله قال آوت آوت لله مع السلامة قال لا تجدد لا تجدد الولايات أنا شاهد على ذيك المرجع وتم تكليف الأخ حيدر العبادي والمالكي أمانت الله رادي يزعال رادي يسوي حركة لكن قلوا لها تلتزم هذا أمر المرجعية والتزم لكن نحن السنة متحكي ويامي يقولك ما عندنا مرجعية دينية ليش ما عندنا والله عندنا كلها وكلها يا أبا المرجعية الشعبية قالت له ما أريدك بعد الحلبوسي إذا ما عندنا مرجعية دينية طيب خليني أمطيك المثال الثاني أمطيك المثال الثاني هسا المالكي المرجعية قالت له واستجاب والله لأننا نشاهد على أن يقدر بالضبط السيد مقتدى الصدر في انتخابات الواحد وعشرين أيضا جاب أكبر كتلة شيعية وراد يشكل حكومة ولما انشاف الشيعة البيت الشيعي مو مع التحالف الثلاثي أو ان يشكل حكومة انسحب تراجع خطوة إلى الوراء وأعطى الفرصة للإطار الوطني أن يشكل حكومة وسحب جماعة قاعدهم بالبيوت وقاعد 73 أخذوها بإدراحهم خطيئة والله بإدراحهم أخذوها الكتلة الصدرية وقاعدهم بالبيت ومحد فتح حلقة لليوم أتحدى واحد يقول سمعت منهم واحد انشق وقال انشق 73 سكتوا نسوان وزلم التزموا بكلمة أبو هاشم الله يعزه وقاعدهم هس محمد الحلبوسي ساذ أنوار لا يمتلك ثقل وتأثير السيد الصدر ولا ثقل وتأثير السيد المالكي لا يعموين ما يمتلك ثقلهم لكن لكن حتى لا يحدث ارتباك في البيت الشيعي وفي البيت الوطني حكموا المنطق والحكمة وانسحبوا انت ده الطالب بحقوقك ما انت ما حليت ولا ملف من ملف العرب والسنة اللي انت تمثلهم ولا عندك ثقل السيد مقتدى الصدر وثقل المالكي وامتجلب ومعطل السلطة التشريعية صار ستة اشهر اخر جولة لك صارت قبل يوميا وبيّن الثقل المكون والثقل الوطني 158 للاستاذ سالم العيساوي و137 لمرشحك خلاص هنا يكون من النبل ومن الترفع ومن الحكمة انا تقول اخوان انا حاولت اكثر من مرة مرشح ينسحب في الجولة الاولى ومرشح الثاني خسر في هذه الانتخابات مبارك أستاذ سالم العيساوي انا ما اكون سبب في تعطيل المؤسسة التشريعية في العراق اتوكل على الله واحنا كنا اخوان هذا هو منطق العقل والحكمة ومنطق رجال الدولة طيب لربما هو السؤال السيد محمد اذا تسمح لي يعني ما حصل الكرسي اذا طيب هو الشي يصير يعني هو مثلا انت نسى عقدة مقارنات منطقية لكن اخذها الواثق بنفسه ما يتأثر يعني ما ابو هاشم الله يعزه 73 قعدوا بالبيت بس بقى ابو هاشم بقى مقتدد صدر بحفظ الألقاب طيب ما هو خلاص راح من عنده الكرسي الحلبوسي وليس ما عنده ثقة بنفسه انه انا بقى الحلبوسي اذا عندي شيء تزبيه واحنا احنا مو جاي نستفز امان تلا احنا جاي نقول له على كيفك يا بوريكان على كيفك يا بوريكان ترى انت رايح بعيد يعني رايح بعيد الدنيا وين وانت رايح وين والله يرفت اسأله هو يقرر امان تلا يريد ترجع شعبيته انا مسؤول عن كلامي قدامك سلام محمد وانت قيم كلامي انا بتجربتي ببسيطة كمواطن خادم لهلي بمعرفتي بشعبنا هسا لو يطلع الاخل حلبوسي ببيان صورة وصوت يقول يا شعبنا يا اهل الانبار يا اهل الاهل السنة والجماع يا كل عراقين انا جربت فرصتي ولكن حتى لا يقال انه محمد الحلبوسي هو السبب في تعطيل عمل البرلمان وبالتالي تعطيل مصاحي الناس واقل القوانين انا قررت اقول لجماعتي روح ويا الرأي العام ويا الجماعة ويا الرأي العام بالبرلمان وانظوا ولا تكونوا لسبب وانا المنصب زاهد بي اعنوا جماعتي امان تلا ما ترجع شعبيته امان تلا تشغل نهجي لله ما الناس تقول لك والله حفي عليك حتى ساذ انور المالكي لما نتراجع بالالفين واربعطعش وما شك الحكومة بالالفين واثمنطعش جاب كتلة اعلى واصوات اكثر والسيد مقتدى الصدر نعم والسيد الصدر الآن لما نتراجع بالالثلاثة وسبعين بالانتخابات القادمة أنا متأكد راح يصل الى سقف التسعين او المئة هاي التصرفات الكبيرة تصرفات رجال الدولة هاي ما تضعف الشخص ساذ انور هاي يتقوي هاي يتعزز مكانته الاجتماعية لكن الحسابات الضيقة الحسابات الشخصية الحسابات المصلحية هو في النهاية ما راح يحصل اللي يريده وسيضعف شعبيا اكثر نتيجة لهذا العناد طيب هو انت شون قرأتها الجلسة والمشاكل اللي صارت شون شفتها ساذ الحمد الجلسة ساذ انور السبب الرئيسي السبب الرئيسي للأزمة بعد ان ظهرت النتائج وهي يمكن بيها فيديو مصور بعد ان ظهرت النتائج هيبة الحلبوسي طالب بتعديل النظام الداخلي وفتح باب الترشيح وهذا يعني تخلي عن مرشحهم محمود المشهداني انت لما تريد تفتح باب الترشيح هذا يعني انت تخليتها ضمنا فتح باب الترشيح مرة ثانية لمرشحين جدد لمرشحين جدد والمفارقة عن دكتور محمود المشهداني كان حاضر حاضر وشاف الأخوان يعني علانية انتنصلوا عن دعمه عن دعمه لما رفضت هيئة الرئاسة الموقرة اللي ادارت الجلسة ادارة رائعة حثة الاشتباكات والمشاكل بغرض عرقلة اتمام الجلسة لانه كانوا يعرفون ان اتمام الجلسة هناك اتفاق لدى كل الكتل السياسية انهم سيصوتون لمن سيأتي بأعلى الاصوات في الجولة الاولى الاستاذ سالم العيساوي جاب اعلى الاصوات فسيذهب دولة القانون والاحزاب الكردية والمستقلين والكيانات الاخرى لدعم سالم العيساوي هذا هو السبب الحقيقي للاضطرابات اللي احدثوها الاخوان في تقدم انه رادوا يفتحون باب الترشيح مرة ثانية وهيئة رئاسة المجلس رفضت طيب هذا الطلب دستوريا يعني او يعني الى ما ما يسانده او يسانده بحيث يسعون الى ذلك لا طبعا هناك قرار من المحكمة الاتحادية صدر وانت تعرف ساذ انوار ان قرارات المحكمة الاتحادية تأخذ مرتبة القانون مراتب القانون من الناحية القانونية ملزمة ملزمة التطبيق والالتزاع بها نعم واجبة التطبيق المحكمة الاتحادية قالت نعم قالت تستمر الجلسات لحين انتخاب الرئيس وهذا يعني عدم امكانية فتح باب الترشيح وتعديل النظام الداخلي لمجلسه وهذه المشكلة الاخوان في تقدم يعرفوها يعني مو ما يعرفوها يعرفون ان هناك قرار من المحكمة الاتحادية باستمرارية الجلسة للوصول الى انتخاب الرئيس الجديد يعرفوها طيب هو اللي صار حاليا يعني ربما السؤال وين يريدوها توصل يعني احنا جاي نسمع مثلا خلال 48 ساعة الاخيرة انه والله نواب تقدم جاي يوجهون رسائل وحتى المتحدثين باسماهم يقولون انه الاستاذ محسن المندلاوي يعني زين الآن وننطي فرصة منعدهم يريدون يبقى الاخ محسن المندلاوي يشيروا يريدون صراحة شو هم متذبلبين مواقفهم في مواقفهم الشاعر العربي الساد انور يقول فإن مت ضمانا فلا نزل القطر الحلبوس يقول اذا هاني طلعت من الرئاسة رئيس بعدي ماكو هو ما عنده مشكلة فيه بقاء السيد المندلاوي وما عنده مشكلة ان تستمر الازمة الى نهاية الدورة شريطة اللا يتي مرشح اخر نفس وهذا حقيقة امانت الله ليش شنو لي خوفه احنا اريدنا افهم هو شو لي خوفه لو جماعت خايفين ويخوفون به هو وجماعت اثنين هم خايفين الساد انور الساد سالم العيساوي شخصية دافية محترمة ما عليها اي مؤشر لا قانوني ولا مالي ولا اداري ولا اعلامي وينتمي الى جيل الشباب وانت تعرف حضرتك ما هو الحلبوس يمشاب مجلس النواب تسعين الحلبوس يمشاب الحلبوس يطلع يعني بقرار بقرار محكمة لا قصد الرؤية الرؤية اللي يمتلكها عفوا هو كمسؤول عن تقدم يعني هو يمتلك رؤية شبابية يعني اللي يشتغلون ويفترض يشتغلون بقرار الرؤية نعم تسعين بالمئة من اعضاء مجلس النواب هم من الشباب ولما نتقارن يعني وانا متكلم مع اعداد كبيرة من عدهم يقول لك يا با احنا دكتور محمود اغلبهم مواليد جديدة ويعني شباب يقول لك احنا دكتور محمود رجل كبير احنا نحترمه ونحترم تاريخه يعني ماكو لغة تفاهم بيننا وبينه احنا نقدر نتفاهم ويساس سالم من عمرنا من جيلنا شخصية دافية مرتبة حادة طيب اقاطعك بالخير اقاطعك بالخير واسأل لي انت صلح لي احنا بحور لا تنفسه الصراحة انت تذكر وانا تذكر قبل تقريبا سنتين ونص في احدى الجلسات السياسية الحلبوسي باسلوبه المعهود انا والله ملتقي مرة واحدة ايضا في بارزان لما كنا في ضيافة الرئيس البارزان السنة المضوط شهر خمسة يقال في تلك الجلسة السياسية الحلبوسي رايدي تجاوز باللفظ بالكلام على الاخ سالم العيساوي عبالة سالم العيساوي رادي تعمل والله الروايات تعددت واحدة من الروايات يقولون انه الاستاذ سالم العيساوي راد رد قوي الرواية الثانية يقولون يقولون ابعد من الرد راد عليه يعني شغله اكبر وما اخذ حق الاخ سالم العيساوي يقولون بيها بعض شخص المشكلة بيناتهم انت تشجع هذا التفسير لو تستبعد لا لا طبعا الحلبوسي للأمانة ما يفكر بهذا المستوى الصغير يعني حتى لو كانت اكون مشادة عركة بينه وبين استاذ سالم مو هذا السبب الرئيسي السبب الرئيسي انه الاستاذ سالم يحظى بمقبولية وما عليها اي شائبة في الانبار يمتلك واحدة من اكبر عشاهر الانبار اللي يتمثل عقر دار السيد الحلبوسي وتعرف انت حضرتك الحلبوسي خسر قواعده في نينوى وديالة وكركوك وصلاح الدين وبغداد وما مقتل غير الانبار لمن يجي رئيس جديد من الانبار بمواصفات سالم العيساوي من وجهة نظر الحلبوسي ستكون هذه الضربة القاضية لما تبقى من مستقبل السياسي هاي الحسابات اللي يحسبها السيد الحلبوسي ما يحسب حسابات انه صارت مشادة وتعاتتها والضاربة هاي قضية صغيرة القضية الاكبر تتعلق بخشيته من ان يؤدي وجود الاستاذ سالم العيساوي في الانبار الى تقويض سلطته تمام ممكن استأذنك ايضا انت كقانوني كنائب في مجلس النواب واغلب خلي نقول الجيل الاول والثاني العملية السياسية او الجيل الاول تحديدا انت كلها تعرفوك وتواصل وياهم والجيل الثاني ايضا اكيد وصلت الى تواصل وياهم حتى الموجودين حاليا في مجلس النواب لكن سؤالي يعني انا الان اذا اريد افترض انه الاخر الحلبوسي الرئيس الحلبوسي عندك حزب سياسي حزب طيب انت ليش تستورد واحد من غير حزب ليش ما قدمت واحد من حزبك ليش ما قدم هيبة هسا هيبة عليش حارق دم الرجال حارق دم وذاك اليوم افشخه ودم سايل بسي ليش ما رشحه والله عليش هو بس يضرب الرجال يعني يعني ما اكون اداعي والله يفتهم هيبة تبي يفتهمها هو عليش يفشخون بيا واني ما محصلك شو محصن انت اخوي والله يعملوا قال من هيبة اقول تفشخون بيا انا شو يدخل لا والله نسحب وقعد على صفحة هو لا مرشحك لا مقدمك وانت تتفشخ والمرشح محمود المشهداني يعني دقلها للعقل هاي الشغلة السادة انور اولا انت تعرف هو لجأ للسيد المشهداني بعد ان انسحب مرشح الشيخ شعلان الكريم وما عاد عنده خيار آخر بين الاستاذ سالم العيساوي وبين الاستاذ طلال الزوبعي والدكتور محمود المشهداني لكن معلومة يعني ما اعرف مدى دقتها تقول البارحة الحلبوسي او اول البارحة بدأ يفكر بالتخلي عن الدكتور محمود المشهداني لان وفقا لحساباته وفقا لحساباته حتى تعرفها السادة انور ان دكتور محمود المشهداني سيأتي وهو مدعوم من دولة القانون وقوى كثيرة في الاطار وما راح يكون تحت سيطرة أو توجيه الحلبوسي اذا صارت اي ازمة اكو كتلة اكو كتلة كبيرة ورا الدكتور محمود المشهداني فقد يضطر الى دعم الاستاذ طلال الزوبعي لان الاستاذ طلال الزوبعي ما ورا كتلة وراح يبقى طايف وراح يكون يكون مرجع الاخير هو تقدم والحلبوسي بس لله لله انا احتي يا الله ما بيننا ابو هارون زيبك ابو هارون ديب ما يحط راسه فيتي شغلها سيشوفه انا اقول لك انا اقول لك انا عرفة ان ابي شيخ طلال الزوب ابو هارون واحتراماته الى لا ما يسويه ديري ليش هو حاسبها هو يناور بخطواته ايه هو رجل مناور من الدرجة الاولى بس ما لي روح زايد ويطلع بوجه القباح مثل محمود المشهداني صدقني ما يسويها ما عرفت به ما يسويها بس يجوز يروح يجوز يروح الخالد المشهداني الخالد العبيدي يجوز يجوز يفكر بخالد خالد ما مرشح السادة انور خالد ما مرشح اذا يرجل يفتحون باب الترشيح اذا يرجي يسعون لفتح باب الترشيح لا اذا فتحوا باب الترشيح راح يرشح من تقدم بعد يرشح من برة انت موجود واني موجود ما يرشح واحد من ديرته واني مسؤول عن كلامي وهيبة مايرشح لو اخر واحد لو كل العراقي يطلع يصيح هيبة هيبة مايرشح والله العليل عظيم بيش شكل يشوفه مثل ما جاي يشوفك الآن والله العظيم ممكن وارد السادة انور هو بهالدرجة يبدو انه الرجل هو خايف يعني فخايف من كل واحد في الخايف تدري ما يروح يجيب واحد من قرائب يرويش عليه يقولك هيبت باتشروحك بيصدراني قعد لي وارع ما يسويه محمد محمدنا ونعرفه ممكن ممكن السادة انور ممكن طيب سؤال انت انت مع فكرة ان يبقى الاخ بحس المندلة وانحنا والله كراء الشعب يرافضي لا عم يجيب واحد حتى البرلمان يمضي انت رأيك السادة انور في زيارة الرئيس السوداني الى واشنطن طلبوا مننا الادارة الامريكية حسم ملف رئاسة مجلس النواب السلطة في العراق يجب ان تكتمل اركانها يعني السيد المندلاوي شخصية محترمة وجيدة وادار المجلس لكن هذا نوع من الاطار الشكلي للعملية الديمقراطية في العراق تعرف السيد المندلاوي جزء من الاطار التنسيقي وهناك اتهامات للامانة يعني انا اسمعها كثيرا من اوساط سنية يقولك قد تكون بداية تفكير اطاري بالتمدد على السلطة السنية اولا ومن ثم تعقبها السلطة الكردية ايضا وهذا اذا تذكر قبل يومين ثلاثة صرح بي الاستاذ بهاي الاعرجي في احدى اللقاءات قال احنا نمثل الاغلبية والرئاسات الثلاثة استحقاقنا هناك تهمة الآن في الشارع لقادة الاطار ان ما يجري هي عملية تمهيد للاستحواذ على سلطة السنة وسلطة الاكراد فيما بعد وبالتالي انت رسالتك وبالتالي انا اقول ان يعني العقد شريعة المتعاقدين ما اسست علي العملية الديمقراطية بعد الالفين وثلاثة هو التوافق ما بين المكونات يعني من الصير مشاكل في البيت الشيعي وتستمر الازمات السنة والاكراد ما يتدخلون وكذلك الازمة في الاكراد وكذلك الازمة في السنة انا اقول ان الفترة الزمنية صارت طويلة جدا وموازين القوى بينت يعني مبين من اللي الا ومن اللي عليه وعلى قادة الاطار حسم هذا الموضوع لانه مثل ما السنة متضررين راح تكون سمعة الاطار دوليا متضررة ايضا وسيتهمهم الرأي العام الداخلي والخارجي حتى ولو كانت هاي التهمة غير حقيقية لكن ستوجه اليهم تهمة محاولة الاستحواذ على حصص شركاهم في الوطن انا اقول ان الفترة صارت طويلة وما عاد اي مبرر للتسويف والمماطلة في حسمها نعم طيب احنا تحدثنا بالجانب التشريعي لكن انا اريد بدقيقتين في ختام البرنامج انا حقيقة احنا كمواطنين جاي نشكل على مجلس الوزراء ان يرسل موازنة بهذا العجز اكثر من 63 تريليون وما بها رؤية صحيحة ومتاخرة عن موعدة ست شهر حتى يرسلها يعني انا اريد منك لعرض لك صورة الاخ السوداني رئيس مجلس الوزراء وانت نائب فاعل كنت في السلطة التشريعية وشخصية اجتماعية ووطنية معروفة السيد محمد سلمان طائي ووجه لرسالة الرئيس الوزراء شنو المطلوب مننا الآن تعرضوا للصورة الاخ السوداني وكلام منك منك اليك والكلام منك للاخ السوداني نعم هاي الفقرة هاي الفقرة ممتازة واني اشكرك عليها السادة انور على هاي البايدرة الحلوة انا اقول لزميلي وصديقي ورئيس وزراء العراق الآن اقول له علي ان يوقف حملات التعيينات العشوائية وان يوقف ايضا نزيف المال الكبير اللي دي يصير في قضايا الرعاية الاجتماعية السادة انور اكو ثلاثة تقريبا الى ثلاثة ونصف مليون مستفيد جديد من شبكة الرعاية الاجتماعية ده تدخل على خط الموازنة وهي تكلف مبالغ طائلة انا اقول تنشيط ملف الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص وايقاف التعيينات في الدولة وايقاف الهدر بالمال العام ومحاسبة سراق المال العام يجب ان تكون يا استاذنا الكبير رئيس وزراء العراق هي مشروعك لما تبقى من دورتك الانتخابية اللي راح من حكومتك الكثير وما تبقى منها القليل خلي العراقيين يذكرونك بخير ويقولون اللي سواه السوداني في قضايا انعاش الاقتصاد العراقي ماكو رئيس وزراء قبل سواه هذه رسالتي بكل حب وود وإخلاص الى رئيس وزراء عراقنا طيب انت قلت صديقي واخويا هو الصديق والاخ لو من صار مسؤول يتواصل لو خلاص عف الصداقة والزمالة امان تالله هيتش ارد اسأله لا 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 جاي يتواصل على الصعيد الشخصي نعم يتواصل على هو نقول لك خاف ابو مصطفى ما يتواصل قطع صار مسؤول لا 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 يتواصل الرجل ويسمع لكن حجم مسؤولية كفارق السادة انور من يكون هو وزير او عضو مجلس نواب ويكون رئيس وزراء العراق بمشاكل العراق الكبيرة احنا نعذره لكن الرجل سماع ويبحث عن الكفاءة ويتلمس كل شيء ايجابي للدولة العراقية حتى اذا ما يتواصل او التواصل يكون قليل فهو معذور معذور لكن هو يعرف ان العراق مليء بالكفاءات ومليء من اصدقاء المخلصين اللي يتمنون نجاحا ونجاح الدولة العراقية ان شاء الله هو قادر هو متمكن ونسأل الله له التوفيق والنجاح اللهم امين الاستاذ النائب محمد سلمان الطائي اريدك تعتبر استوديو التاسع برنامجك وفي كل حين وفي كل وقت تشاء ان تكون بالبرنامج يا حياك الله واسعدنا اليوم اللقاء وياك والنعم منك ساذ انور واهلا وسهلا يحفظك ساذ انور انت وطي الكرام انت وطي الكرام على راسنا يا حياك الله اهلا وسهلا بي يحفظك يسلم راسك راسك مرفوع دائما استاذ انور ايها الصوت العراقي الشريف الصادح بالحق دائما خادمكم خادمكم حياكم الله اهلا وسهلا